اشتركوا في القناة وبما يربط بين بلدينا من علاقات راسخة وروابط أخوية وثيقة ستظل دوما محل فخرنا ويسعدني أن أنقل التحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات جلالته بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية إننا في مملكة البحرين قيادة وشعبا نعتز بالعلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية الشقيقة ومواقفها المشرفة في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية المشتركة ونشيد بما تشهده الجمهورية الشقيقة من تطور وتقدم في مختلف مسارات التنمية بفضل قيادة أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ونؤكد على أهمية المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والذي يعقد في ظل تحديات مناخية عالمية تتطلب المزيد من التعاون الدولي ووضع الحلول لضمان الأمن البيئي متمنين لجمهورية مصر العربية الشقيقة التوفيق في تنظيم هذه الفعالية البيئية العالمية الهمة وأن تخرج بالتوصيات التي توحد الجهود للتعامل مع التحديات البيئية ويرافق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة السيدة نور بن تعالي الخليف وزيرة التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر